بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في الطلاق البائن والرجعي ويملك الحر ثلاث طلقات فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل هذه إحداها ثانيا وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ثالثا وإذا كان في نكاح فاسد رابعا وإذا كان على عوض والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي فالطلاق الصريح يقع سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة فلا يقع طلاق المكره والغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر